صانعة محتوى في عالم الأزياء والموضة آية برقاوي اليوم موجودة معنا في الستوديو لنتحدث عن مسيرتها في هذا المجال اللي أبدعت فيي وأثبتت جدارتها فيه لأنه هي أصلا عندها هوس في هذا الموضوع وبتبدأ دائما بكل تفاصيل فأهلا وسهلا فيك آية نورتين في الستوديو أهلا وسهلا فيك شكرا كيف صباحي؟ الحمد لله تمام هلأ صار أحسن معكم شكرا لك شكرا على الطاقة الإيجابية يعني آية فاتت عطتنا الطاقة الإيجابية مع الابتسامة شكرا يا رب أنا كثير محسوطة أني معكم اليوم نتحدث عن صناعة المحتوى بداية قدير بتحسي هذا الموضوع وصار مهم مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي في عالم الأزياء كل توجهات وفي خبر اليوم كمان بأنه آخر عروض الأزياء اللي رح يتم هلأ رح يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتيني أكثر صح هلأ يعني هو دائما كان الانلاين وأنه الواحد يكون عنده وجود على منصات التواصل الاجتماعي كتير مهم بالنسبة لبراند وبالنسبة لأي حدا حابب أنه يكون عنده امباكت أو حابب أنه يأثر بالناس أو حتى إذا عنده برودكت بيبيعه لأنه أول إشيء أو إشيء بتعمليه لما حد يحكي لك عن براند أو عن شخص أو هيك بتفوتي على انستجرام أو على فيسبوك وبتفتشي عشان تشوفي إيش البرودكت من هذا الشخص يعني شو ما كان فهذا الاشي كتير مهم وزي ما حكينا هلأ حتى مع الأوضاع اللي عم بتصير صار دبل الأهمية تبعته لأنه الناس بس صارت كل شغلها أونلاين صاروا الناس عم يشتروا كتير أونلاين حتى مع الفترة اللي مرت علينا الصعبة كل حدا كان بس عم يشتري عم يتسوق عم يشوف المحتوى من البيت أو من التلفزيون طبعا فهذا الاشي كتير مهم كيف صفحتك على الإنستغرام يعني أنا بحث قدي هي حيوية وقدي فيها أشياء حلوة وقدي بتنشر فيها أمور يعني ممتعة وملفتة للنظر برضه بنفس الوقت وبنفس الوقت أنت بالجانب الآخر عم تمسكي صفحات لعني مركات معروفة وعم تعملي لهم ترويج أو تصنعي لهم محتوى نتحدث عن هذا المجال تحديدا مية بالمية هلأ صناعة المحتوى أكيد إلي أنا كبيرسنل بتكون غير وبعتمد فيها على شو الناس اللي عم يتفرجوا علي بيحبوا يشوفوا بحب أتفاعل مع الناس كتير بحب أسألهم شو المحتوى اللي بحبوا يشوفوا وأعمل هذا الاشي كبراند بتصير هم شو الفيجن أو هم شو شايفين كيف بدهم يقدموا حالهم للناس مية بالمية الهوية تبعت البراند أو المحل أو المطعم لأنه بختلف المحتوى فهذا الاشي كتير حلو وبتسلى أني كل مرة أتعرف على براند جديد وبصير كل مرة أضع حالي محل هاي البراند أنه أنا هلأ كيف بدي أصنع محتوى لهذه الناس فكل حدا عنده شخصية غير وكل حدا عنده هوية مختلفة فهذا الاشي اللي بحسه دايما بيكون حلو بطبيعة شغلي صح بس آية بتعرفي مش كل حدا بقدر يعمل بصمة يعني أنت من الناس اللي بتفوتي بتعملي بصمة على الموقع وحتى على صفحتك بس نتحدث عن بصمة آية يعني وخصا في أزياء الحجاب بشكل عام قدي هذا الموضوع أخذ منك وقت لترويج لأزياء بطابع عصري خلي نحكي ولكن هي للمحجبات صح هذا الاشي كان كتير مهم إلي وممكن هذا كان أحد الأسباب اللي أنا أصلا بلشت أني أصنع المحتوى لأنه كتير سهل أنه نشوف أزياء مش محتشمة أو مش شرط حتى مش دائما منشوف المحجبات على هاي المنصات أو على الرنويز أو بالفاشن شوز هاي الأشياء بتنقصنا شوي فبصيروا الناس اللي بفضلوا الأزياء المحتشمة أو البنات المحجبات ما بشوفوا كتير حالهم بالأشياء اللي عم بشوفوها أونلاين سواء كانت على التلفزيون أو منصات عروض الأزياء مش كتير بحسوا أنهم بلاقوا حالهم ومش كتير بحسوا أنهم بلاقوا إشي مناسب فأنا اللي بحاول أني أعمله أني أخذ كل هاي الأشياء والترانز الموجودة والأشياء اللي ناس عم بيحبوها وعم بالبسوها وخليها مناسبة لهاي الفئة من الناس لأنه أنا واحدة منهم يعني أنت لما بدك تتواصلي مع جمهورك أو تبثي المحتوى اللي بدك تصنعي أو تورجي للجمهور اللي عم بيتابعك بتفكري بزوء المشاهد أكتر أو متلقي أكتر من أنه أنت شو في مخيلتك بزوء المشاهد بس كمان بفكر أني بدي أعطيهم شيء مني جديد هم ممكن ما يكونوا فكروا فيه يعني بحب أنه أكثر فكرة أنه الأشياء اللي بتنحط بعروض الأزياء احنا ما منقدر نلبسها وهذا الأشي الناس بقدروا وهذا الأشي الناس كتير يحبوا وهذا الأشي اللي بحبوا يتابعون عشانه ما شاء الله عليك يعني بالنسبة لمستقبل صناعة الأزياء خلينا نحك في أردن أصلا توجه العالمي كله تغير حاليا يعني الوضع اللي أزمة كورونا غيرت كل المخططات اللي كانوا حتى دور الأزياء العالمية مفكرين فيها احكي لي شو رأيك شو التوجهات اللي رح تصير في المستقبل كتير عم بصير فيه تغيرات وكل حدا عم بحاول تأقلم بأحسن إشي يعني هلأ أخر عرض أزياء كان من ديور عملوه أونلاين ما كان فيه عرض أزياء زي ما منعرف بعشرات السنين الماضية يعني هذا كان الإشي اللي كل حدا متعود عليه صحي هلأ كل حدا عم يأخذ توجه تاني زي ما حكينا صناعة المحتوى كتير عم بتصير أهم لأنه هذا الاشي اللي الناس عم بشوفوه بطلوا عم يصنعوا كالكشنز كالكشنز كاملة تحس تكيفوا مع الكورونا يعني سونا نلاقي تصميم لماسكات لكمامات لكمامات صح 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 كل حدا يعني لازم عن شطارة حتى بالماركتنج وبصناعة المحتوى أنك تاخذ أي اشي عم بصير هلأ سواء كان سلبي أو إيجابي وتستخدمي بطريقة حلوة فهذا الاشي يقدروا كمان يعملوا هلأ الاشي الحلو كمان أنهم عم بيركزوا أكتر على أنهم ما يكونوا أنهم يكونوا أكتر سستينبل أو يكونوا أكتر محافظين على البيئة نازم يكون في استرارية ميبل ميبل فهمش عم يعملوا كولكشنز كاملة صاروا عم بينزلوا إطع كأطع مش كأنا بدي أنزل كولكشن فيها أربعين إطع فهذا الاشي اللي أنا عم بشوفه صار حلو إيجابي كمان طلع من إشي سلبي بس هو كتير إيجابي أنت الحلوة آية وإن شاء الله كل أيامك حلوة ونشوف دائما نجاحك ومن تألق لتألق شكرا تسجل شكرا شكرا أنا كتير مبساطة حبيت شكرا إليك